لذلك اللي اعظم من هذا يا جماعة تتبع ما عند الناس ترى لما نتكلم عن الستر يا شباب لا يعني الستر بس ستر مثلا وعفوا انفاحشة ولا شرب خمور ولا كذا حتى الاشياء الاخرى يعني انا الحين لما افتح مثلا استجرام ولا غير ولا واحد احيانا يجو يرسلي صورة الحوش عندي مثلا وصورة المراجيح حق عيالي اقول هذا كيف كيف وصلت هالمراجيح حق عيالي في داخل بيتي اللي انا اقفل السور عليها كيف وصلت عند هالرجال واذا شخص ما اما قلط عندي ولا امرأة قلطت عند اهلي وجاء وطق وصوروا بيت فلان وقعد ارسل من اذن لكم بهذا شرعا لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اطلع على كتاب اخيه بغير اذنه فقد خانه او كما قال عليه الصلاة والسلام كتاب اخيه على واحد معه رقع قاعد يكتبها قمت انت وحطيت عينك كذا تقرأ حتى لو قاعد يكتب اللهم صلي على محمد ما يجوز انك تقرأ يا اخي من غير اذنه حتى لو جوال حتى لو جوال ما يجوز ان تطلع على ما عنده ولا مثلا قاموا وعندك مثلا فرضا دخلتي لبيتك قامت وصورت الكراسي وصورت كذا بعدها بدي يقولون يا الله وش الموديلات القديمة اللي عندهم وشو له تصورون طيب بيتي من غير اذني جد والله ولا بعد تغتابوني تحشون فيني ولا تجون وتصورون مثلا عيالي من اذن لك انك تصور عيالي حيانا انت في طيارة تلقى الواحد ولا في مستشفى ولا في سوق مكان عام يعني فيجي واحد يعجبه ليه تحليل وش حليل وصوره من اذن لك انك تصوره يا اخي من اذن لك انك تصوره ولدي وتنشره هذا كله لا يجوز لا يعني الستر يا جماعة لما نقول ستر انه اشياء قبيحة واستروها كل شيء من خاصة الانسان لا يجوز اخراجها استره شكل بيتي غرفي الاثاثي مكتبتي اندخلت عندي طعامي اللي انا حضيت استأذن مني يا اخي استأذن انك تصور المقلط وتصور المجلس وتصور طعامي وتصور ليش تبدأ تصور اكلي وتنشره تقول اشوفه طبخ فلانة زوجة فلانة وش دخلك يا اخي توريه الناس جده الله ولذلك الحذر اولا من ان يتتبع الانسان عورات الاخري والشيء الثاني اذا بلغك شيء من هذا اذا جاء واحد وقال لك والله يا اخي ترى فلان امرته سوت كذا وكذا قلت اتق الله واستر لا يبتليك رب العالمي يا سلام عندك نصيحة ارسلها باحسن اسلوب له قل يا فلان انا والله لك محب وترى حصل كذا وكذا في بيتك عاد ان تحل مشكلتك لكن انا وجده خلط يجي تخبرني وكأنك فرحان ان فلان مسكت عليه شيء او تجد انه يتتبع احيانا اشياء تتعلق ببناتك ولا بعياله ولا مثلا راح مكان معين وشاف سيارة فلان مثلا وقام وصورها تق بعدين قال انتو ش جايبك المكان الفلاني وش دخلك وش جايبني يا اخي جد